يعني معنا دلوقتي عبر الهاتف الأستاذ محمد اليماني حفيد الشيخ أبو العنين شعيشع صباح الفل عليك صباح الخير يا سيدة الثاني صباح الخير يا سيدة مصطفى هلأ بحضرتك؟ يعني احكيلي كده بتحتفله ازاي بالذكرى السنوية لشيخ أبو العنين شعيشع في كفر الشيخ؟ احكيلي بتعمله ايه؟ احنا النهاردة في مدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ بيجمع الأهل والأحباب وقارب الشيخ أبو العنين وبيجي بعض المقرئين والمحبين لهم من سائر جمهورية مصر العربية فيه بس بتجي من جنبنا من منصورة بيلا من قفر الشيخ وبنحتفل بآيات الذكر الحكيم وبيجي بعض المنشدين يعني بيجيب احتفال جميل ياليق بالتأرير اللي انتو عملتوه عن الشيخ الله يرحم صحيح رحمة الله علي بالتأكيد وسط يعني اقامة هذا الاحتفال او احياء الذكرى بوفاة شيخنا الفاضل بيبقى فيها علاق كبير من الحكايات يعني بقول الله يرحمه كان حصل كده الله يرحمه وقصوصا حكاية المسجد الأقصى كلمنا عن ابرز الحكايات المتدولة دائما سنويا في مثل هذه المناسبة هو بس بالمناسبة انا هقول له حضرتك الشيخ ابو العين لما دخل المدرسة كان نظر المدرسة وهو في ابتدائي كان مسيحي كان اسمه الاستاذ مونير جيرجز تمام فكان هو اللي بيقرأ القرآن وهو صغير عنده في حول سبع سنين في المدرسة الابتدائي كان لسه بالمدرسة الفضائية وكان مفاوى وفصيح الليسان وسطه حلو كده برنا جدا اه اه فالاستاذ مونير جيرجز ده خد بعض من اهل المدينة من بيلا ورح لوالدته لانه كان هو والده متوفي عشان كده وحضرتك لما ذكرته في التقرير انه هو كان يطلق عليه ملك الصبع ومقام الصبع ده طبعا معروف ان هو مقام الحزن والشجد هو تأثر بموت والده لانه كان رقم 12 في اخواته ووالده توفق وهو صغير كان طفل صغير ان كان سنة ولا حاجة فتأثر بموت والده فخده اهل الناظر سيد مونير جيرجز خد بعض من اهل المدينة ورح لوالدته وقال لها خدي ابنك ابنك ملوء يعني ابنك حيبقى شأنخ القرآن لانه صوته جميل وبيقرأ القرآن بطريقة صحيحة فدي من المفرقات في حيات الشيخة والعليم اما بالنسبة طبعا لتصرفاته هنا هو رحمة الله عليه كان دائما ودود جدا لأقاربه والأهل حتى كان لما بيجي يعني ينزل بيروح يزور ابناء اصدقائه اللي توفق يعني كان بيهدى ابناء اصدقائه كان جابرا للخواطر جدا يعني لما يبقى في حد عنده ظروف حد عنده مناسبة كويسة حد عنده عزاء كان يجي مخصوص من القاهرة لمدينة بيل عشان يؤدي واجب العزاء او يحضر المناسبة طب انتو كأحفاد بقى يعني كلمني عن ذكرياتكم معاه ساب لكم ايه من هل علمكم التلاوة هل كان بيجمعكم يقرأ القرآن وستوكم احكي لي كده كان ايه ذكريات اللي بتجمعكم معاه حتى في الاعياد بما اننا لسه طلعين من العيد دلوقتي كل صار وحضرتك بقى الف خير لا هو للأسف احنا محدش مننا احنا يعني معظمنا صوتنا كويس بس مخدناش منه حتة القرآن دي هو كان دايما يجمعنا في الاعياد لما كان يجي هنا الاعياد شمجينة بيلة وكان يعمل ما بيننا واحنا صغيرين كده منافسة في الازان يعني احنا كنا لاننا كنا نحب الازان بتاعه فكان يعمل منافسة بيننا وبين بعضنا كده في الازان يشوف مين اللي هيقلده في الازان كويس طبعا هو هل في حد فيكم دلوقتي بيرفع الازان في اي مسجد لا للأسف لا ما فيش للأسف لما احنا هو كان يجمعنا واحنا اطفال صويرين ولما كبر بقى لما كان بييجي هو كان له تقوص كده معينة يوم العيد الصبح يصل العيد وكان بيقوم الناس في المسجد هو بالمناسبة اول ما قرأ الشيخ ابو الانين في مسجد سيد البيالي ابو النام وطبعا هو تربى وتلمز على يد الشيخ يوسف شطى رحمة الله عليه بل كان استاذه اللي علمه قراءة القرآن بالاضافة لان الشيخ ابو الانين كان له اخ اكبر منه اسمه شيخ احمد شئيشع ده كان قارق برضو بالقرآن فكان لما ييجي في المسجد اللي كان بيقرأ عنده القرآن اول ما قرأ فكان يجي ام الناس في صلاة العيد ويبدأ يزور الاهل هو اللي كان بيروح مش يستنى حد ييجي يعني هو يقول لي يخدني دايما معا تعالى وديني بيت فلان ابن خالف تعالى وديني فكنت دايما اروح معاه ازور الناس دي وبعد لما يخلص بقى ويجي وينام شوية يصحى بقى يستنى الناس اللي هتيجي تسلم عليه ويستقبلهم ويجروا هل كان فيه ايات معينة الشيخ شئيشع يعني كان علامة في تلاوتها يعني اية من الايات اللي دايما يعني برضو يعني بتظل علامة في مسيرته وانتو بتحيوا ذكرى بتفتكروا الاية دي ازاي كان بيقولها اه طبعا في سورة القصص واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفتي عليه فالقيه في اليمن ولا تخافي ولا تحزاني دا من العلامات دا يعني من العلامات المميزة للشيخ ابو العني سورة القصص وفيه سورة مريم انشاء الله عمران لان ولو عمران دي مشهورة مريم ان شاء الله يمكن النهاردة يتم ازعتها في ازعته القرآن الكريم فدي من العلامات المميزة قرأت سورة القصص فانا لما دخلت على يعني اسمع اكتر من تلواته لقيت يمكن اهل عمران هي متصدرة البحث يعني بشكرك ورحمة الله على الشيخ ابو العنين شعيشة كل شكر ليك محمد اليماني حفيد الشيخ ابو العنين شعيشة شكرا يا فاند المتشكرين شكرا جزيز شكرا يا أستاذ مصطفى شكرا جزيز